يوم حاجة بديدة والحمد لله تناغي حلوة مش وحشة ان انا ان انا بساهل كل حاجة عالناس والجروب يا بعون الله لازم نخلي الناس كلها تربي وبارخص الاسعار مش هندق في الاسعار لاني طبعا لسا انتو عارفين ان اول مرة انا هبيع اول ما انا كنتو ببيع في المزرعة هناك واو في ابيع وهشتري في المزرعة طبعا في المزرعة القديمة احنا نبقى انا بطولي هنا ابيع وان شاء الله هيجيب عمال معي هنا واح نشغل المزرعة القديمة تاني ويعلم او يعلم ممكن ربنا سال الحال واح ناخد مزرعة تاني برا واح نفتحها بمنور مزرعة ومنور مزرعة برا كنا تساهل على ربنا ايه انتو بتحبيني جامعة ليه كادا بوز يا ايه انتو بتحبيني جماعة بوز يا ايه ايه تيكا ايه تيكا ايه طبعا يا ماء احنا بسع عليكم ايه تحيات لكل الناس المشتركة معنا احنا بك موضوع اشتركوا في القناة 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 بس ان شاء الله في كلاب دخل على ولادة خلاص هتولد لان الكلام التانية ولدت وبعنا الجراب في ساعتها والحمد للزال في كلاب ولدت وفي كلاب ما ولدتش انما الدفعة دي ان شاء الله كلها هتولد الدفعة دي خلاص دخل على ولادة نموش تشايفين كنا يا جماعة عندما انتوا عفلت بصوت كولد بصوتكم تشوفها على قسمة مقدمة تجدها بالليل عشان انا مش هسيبهم يرامة على مية بس انا عزة رأيكم يا جماعة في الكومنتات اي رأيكم على النجيلة ان انا هنعمل على النجيلة اصطناعية دي اي رأيكم فيها هل هتنجح معي مع الكلام ولا مش هتنجح ولا نخليها تراميك ولا نخليها قش او تبني او تبني بفترة بتاعت الشتة انا بصراحة عازة نعمل اي تغليل بس انا عازة حضراتكم تعرفوني اهنو الانسك واهنو الاحسن هل النجيلة اصطناعية ولا القش بلنا التجل هعمل على قد بنادر هم كلها كم بوكتة كده عندنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستبترة كوعة تمانية تسعة عشر اثنان مش هكلكم يا انا بس ان شاء الله انا هنعمل النجيلة بوكتة من احنا هنعمل شغل جديد في المزرعة هنعمله هنعمله زي الاول بالزبط طبعا انا هبكيو عماش اغالا معي انا هنعمل كمان بدول الارض انت كنت شايفينه ايام المكتب القديم هنعمله مكتب وحنستقبل الناس وان شاء الله بعون ان انا هبى نبيع الجراءو كله من هنا مش هبقى من مزرعة كبيرة انا هبقى الجراءو كلها هنا وتعارضها وبنوها على القناة الكبيرة وحيرت العنوان هنا وكله حيجي يشتWill من هنا وانا ان شاء الله هسهل تبيع جدا ومش هتكلم فأي ساعة لازم يجب نخلي جميع الناس ربي ويجب نخلي الناس كلها تحب الكلاب زي ما احنا من ربي زي ما احنا منحب الكلاب مش هنتجده. لازم نخلي الناس كلها طرفية علشان كل واحد يبقى عنده كلف في بيته. هو عنده مزرعة او عنده بلا عنده اي حاجة. لازم يكون عنده كلف في بيته. زي ما انتم شايفين يا جماعة. اه ان انا دلوقتي مهتمية بالشغل جامد. من الاول كمان. طبعا نفسي فتحت عن الشغل خالص بحيث ان انا عملت اه ان انا هاخترع مفاجئة لابو نور ان انا هروح اجيب النجيلة دي وحعمل هنا كزا واحدة وحجرب الاول نشوف الكلب هل حينام عليها مرتاح ولا هتتعبه ولا هتزحلق من الارض بس فيه اختراع كمان قبل ما انا هنحط في الارض في مادة هننزاقها في الارض وحننزاق عليها النجيلة الصناعية. طبعا انا مش هنقول ابو نور انا هنفجئه بالحكاية دي ان انا نازم نخلي صوته ده نديف جدا ونخليه كان الواحد قعد في مكان كان الواحد قعد في مكان عشان خاطر الكلاب برضو زي الكلب ما بيحبوك لازم انا هنحب الكلاب بس ايه تعالي 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 ايه ايه يلا تعالي 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 يلعب هاتا عندي يلعبين. اه ممي جاء. اه يلا سيكا. يلاسيكا يلاسيكا يا جماعة يوم شوية كده لاحب 36 اخطا الكلب بتاعطو ويلاحب يوم شوية كده. بكي defendem' ع ski ان احت bell cfe lezi ben acceleratorÉ ان احتبر انا صوجبت الكلاب لازم نخلي الكلاب تصحبني كل يوم. هو حبه لعب وحبه وحابه وحبه فرفاشة وحبه عقاب وحبه ان انا اعلم الكلب ان هو يبعي بعارف صاحبت الذناع يعارف ان انا صحبته percos هل ان الكلب هيخاف مني لما يا شوفني ولا لا لا تبعا لازم هيخاف مني لاني مش هنعقب على طول. مش هنعقب على طول بسهده. هيبه. هيبه فيه حابه عقاف. وفيه حابة هزار وفيه حابة لاي وفيه حابة مش هفهل كل ده يا جوابه. دي تيكا جماعة دي كلبة جرمان. دي تيكا طبعاو حنينا جدا وتحبيني جامل. بنامي المزرعة هناكي لو أنتم شايفين كده يا جماعة. دي كلبة ملينو برضو حنينا يا جماعة دي الكلبانية بيان عليها يا جماعة حامل وتيكا برضك حامل زي ما اقولتوك يا جماعة كده اي نظام بيقول هنحاملو طبعا انا هعمل هشاخل دماغي شوية من موضوع هنا مني هنا ابو نور حيكبر المزرعة خل تعالي 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 معي كلنا هداني الحالة يا جماعة مع الكلاب بتاحت طبعا طبعا شيء اول بس لا لا شيء اول وتيكا دي ايه يا جماعة عسل. ايه ايه؟ تيكا يا جماعة عسل تعالي يلو. تعالي. بس تعالي. لا يعق تعالي. 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 ايه تيكا لماعة شاعة ايه طبعا ما هيدي مية وبين او ايه بيك كالبها دي ما جيبك جهول يا جماعة دخل على لولدة بس خلاص لا خلاص. ده خلاص يلا بينا ممس يلا بينا طبعا يا جماعة هننقل الحلقة بتاعات تعال هننقل الحلقة لنا يا ماما ايه ايه هننقل حلقتنا النهار دا يا ماما بس شعب ننقل الحلقة النهار دا يا ماما دي احلى حلقة ان انا اخترعت اختراع جميل حفظ اجتمل في المزرعة العديمة وحفظ اعمل شغل جديد عشان خاطر ابو نور يعرف ان انا دناغي شغالة ان انا بحاول ان انا اعمل شغل جديد عشان لما يجي صدفة يعرف انا بنعمل ايه مش معنى ان انا ربي كلابه وكلاب تولد ونبيع وكلاب تخلف لا لازم نخترع اي حاجة جديدة في مكان الكلاب بحس ان الناس كلات اعرف ان ام نور دماجها شغالة ام نور مش اعدل الخلفة بس او الولادة لا اعدل انا هخترع كل يوم حاجة جديدة والحمد لله دناغي حلوة مش وحشة ان انا بساهل كل حاجة عالناس والجروب يبعوني اللي يبعوني اللي لازم نخلي الناس كلات ربي وبارخص الاسعار مش هندقق في الاسعار لاني طبعا لسا انتوا عارفين ان اول مرة انا حبيع اول مرة انا قتوب ابيع في المزرعة هنا اقواف ابيع واشتربوا المزرعة طبعا في المزرعة القديمة احنا بقال ابتولي هنا ابيع وان شاء الله هيجيب عمال معي هنا وحنشغل المزرعة القديمة ثاني ويعلم ممكن ربنا سال الحال وحناخد مزرعة تانية برا وحنفتحها بمونور مزرعة ومونور مزرعة برا وكونوا تساهيل على ربنا انت بتحبيني جامعة دليك اذا بوسيا انت بتحبيني جامعة بوسيا ايه تيكا طبعا يا جماعة احنا مساء عليكم تحيات لكل الناس المشتركة معنا الناس الجميلة الناس المحترمة الناس اللي بتشجع الواحد فعلا ان يشتغلوا يجيبها من حاجات جديدة السلام عليكم وعلى الله بركاته وعلى الله بركاته وعلى الله بركاته وعلى الله بركاته يا جماعة احطى امورك في اي حاجة اي اسئلة اي حاجة طبعا هتعافي رقم المزرعة وتسألوهم وممكن تقولولهم طبعا احنا هنجيب هنا تليفون وهنجيب رقم المزرعة القديمة هتخلي التليفون برده كان بحيث ان انا برضو هتعامل مع العالم وحرد على المكالمات بحيث ان هو ابنون مش فاضي هناك نتبانى فاضي هنا للمكالمات وهو تحت امرك يا معا والسلام عليكم وعلى الله بركاته ترجمة نانسي قنقر